بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في كيمة أربعة في فصلنا الثالث عن الأحماض والقواعد انتهينا من الثلاث النظريات التي تتكلم عن تعريف الأحماض والقواعد نظرية إرهنيوس نظرية لاوري بن أستد وأيضا نظرية لويس نشوف الآن مختصر كامل ملخص النظريات هذا وتجد عندك إن شاء الله في صفحة 100 في الكتاب لاحظة إرهنيوس مادة تعريف الحمض عبارة عن مادة منتجة الهيدروجين بينما القاعدة مادة منتجة لويتش الهيدروكسيد لوري بن أستد عبارة عن مانح الهيدروجين أين مستقبل الهيدروجين نظريتنا اللي كانت حصتنا الماضية أن لويس يستقبل زوجا من الإلكترونات بينما هذا يمنح زوج من الإلكترونات الغير رابط وهنا كلها عبارة عن ملخص النظريات الثلاث للأحماض والقواعد اليوم نكمل درسنا ونشوف ماذا يقصد عندي هنا في الأحماض سواء هل الحمض اللي أمامك حمض قوي أم حمض ضعيف هل يتأين تأين قوي أم يتأين تأين ضعيف هنا لازم أصنف الأحماض هل الأحماض جميعها نفس القوة أم لا هل القواعد اللي الآن أمامنا هل لها جميعها نفس القوة أم لا نلاحظ من الرسمة الأمامنا من الصورة الموجودة عندنا هنا نلاحظ لأحد الأحماض اللي هو حمض الهيدروجلوريك اللي هو عبارة عن HCL لاحظ في تجربة بسيطة لاحظ عندي الآن في الصورة الموجودة عندي أنه صار عندي هنا إضاءة وش السبب؟ طيب يستاذ ليش تواهجينا في المصباح؟ وش السبب هذا يستاذ؟ بسبب أنه موجود عندي قطبين ووضعتهم هنا في محلول ماء حمضي فلاحظوا تركيزه اللي هو 10 مولار اللي هو 0.10 مولار موجود عندي فتكون عندي آيونات طيب مدام تكون عندي آيونات هنا آيونات موجبة وآيونات سالبة السالبة اللي هو آيون الكلوريد الموجود عندي والآيون الموجب اللي هو آيون الهيدرونيوم بالموجب أو أحيانا نسميه آيون الهيدروجين اللي هو بالموجب ولذلك تفككت المادة هذه تفكك كلي أو تأينت وطلع ما يسمى عندي بتوهج النصباح بسبب الشيء هذا لاحظ أن هذا الحمض مدام ما تفكك وطلع عندي إضاءة طلع بالشكل هذا تفكك لآيونات موجبة وآيونات سالبة أبقى تقارنه مع الحمض هذا الثاني اللي هو حمض الخل اللي هو CH3 COOH يعني بيجيني واحد من الطلاب ويقول أستاذ حمض الخل أنا موجود عندي في البيت ورح أجيب أقطاب وضعه في هذا الحمض واجيب مثلا عندي لمبة صغيرة واشوف هل يتوهج عندي المصباح هل هذا المصباح بيتوهج لأنك تقول أستاذ شفنا حمض اللي قبل شوية اللي هو حمض حمض الهيدروكلوريك كان بيتوهج المصباح طيب إيش الفرق بين الشي هذا لاحظوا عندي هنا المشكلة في هذا المصباح الموجود عندي هنا CH3 COOH هذا عبارة عن حمض طيب أستاذ هنا ما تكون أو تفكك عندي آيونات أو نتفكك بحاجة بسيطة جدا هذه الآيونات لم تتفكك كلها ليش ما تواهج المصباح لماذا فيه وهج بسيط جدا 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 طيب هو نفس السؤال لو جاء واحد يسألك لماذا أن الكهرباء عندي هنا أحيانا تكون هنا قوية وفي المنطقة هذه الكهرباء عندي ضعيفة بكل بساطة بتقول والله هنا المولد قوي بينما هنا المولد ضعيف طيب ما هو المولد أنا عندي في التجربتين الآن اللي أمامنا في الشاشة ألاحظ أن اللي عبارة عن المولد هذه هي عبارة عن الأحماب الموجودة عندي فعندي نوعين من الأحماب حمض يتفكك كليا ويتكون لأيونات تفكك كليا بنسبة 100% فهنا يتوهج عندي المصباح في نفس الوقت فعندي حمض لكن لم يكن تفكك قوي أو لم يكن المولد عندي تأيون قوي فتفكك قليل فيساوي عندي تقريبا 5% من هذا الحمض الموجود عندي فلذلك يكون تواهج المصباح ضعيف جدا ولذلك عندي من الرسمتين هذه أعرف اللي يتحكم عندي في الإضاءة اللي هو تفكك الموجود عندي ولذلك نأخذ الآن على شكل معادلة الشيء اللي أخذناه الآن أخذنا الـ HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك مع الماء في وسط حمضي لاحظ ماذا حدث عندي هنا الهيدروجين غصبا عنه الآيون بروتون لازم ينفك عندي فإذا لازم تنفك المادة هذه اللي قسمين الـ H موجب مع السيل السالب تفككت الأيونين سواء الآيون الموجب مع الآيون السالب مع التفكك هذا أجبر الماء أن يأخذ الآيون البروتون أجبر الماء أن يأخذ الآيون البروتون فطالع عندي H3 موجب زائد سئل سالب لاحظ عندي هنا يا شباب في حركة موجودة على المعادلة لو لاحظت معادلتين تلاحظ أن في شيء موجود أمامنا في اختلاف في المعادلة لاحظ يا أستاذ أنا عندي هنا سهم وعندي هنا سهم ما هو الفرق بين السهمين الموجودة عندي في المعادلة لاحظ عندك في المعادلة اللي على يمينك وفي المعادلة اللي على يسارك ما هو الاختلاف في السهمين الموجودة عندي فكر وطالع في السهمين الموجودة عندي ماذا يقصد بالحركة هذه ينفهمنا ما يقصد بالحركة هذه مباشرة مجرد أن تشوف أي معادلة تعرف أن هذا المادة هل تفككها كله أم تفككها جزي هل عبارة عن مادة حمض قوي أم حمض ضعيف نشوف معنا الأحماض الموجودة عندي هنا لاحظ السهمين هنا والسهم الموجودة عندي هنا دائما أخذها قاعدة إذا شفت عندك سهم اتجاهه واتجاهه واحد فقط إلى المواد الناتجة أعرف أن المادة هذه لازم تتفكك كليا مستحيل أن ترجع نفس المواد الناتجة إلى المواد المتفاعل أو ما يسمى عندي بالتوازن لكن لاحظ عندي هنا في الأحماض الضعيفة مثلا زي السينانيد الهيدروجين الموجود عندي لو وضعتها مع الماء بيعطينا أيون هيدرونيوم وآيون السينانيد يا أستاذ طال عندنا أيونات موجبة وآيونات سابة لكن لاحظ العلامة هنا الموجودة عندي تسمى علامة توازن معنات التفاعل عندي متزن معناتها يمكن ترجع بعض من المواد الناتجة إذا ترجع إلى مواد متفاعلات معناتها لم تتفكك كليا ولذلك بستطيع أن يصنف الآن أو يسمي الأحماض تعريف الأحماض القوية والأحماض الضعيفة من خلال هذا السهم الموجود عندي فإذا جيت وشفت السهم هذا فعلى طول مباشرة تصنف الأحماض القوية على أنها هي المحاليل التي تتفكك أو تتأين كليا في الماء لتعطينا آيونات موجبة وآيونات سالبة أستطيع الآن بدون حتى ما أحفظ التعريف من جرد أن أشوف المعادلة أعرف أن هذا حمض الضعيف واش تقول؟ تقول هي المحاليل التي تتأين جزئيا في المحاليل ليعطيني آيونات موجبة سالبة لكن الفرق بين كل التعريفين كلمة واحدة فقط كليا و جزئيا كليا معناتها بنسبة 100% جزئيا يمكن بنسبة 5% إلى 10% تتفكك عني فنأخذ الآن التعريف ونكتب الموجود عندي الأحماض القوية هي المحاليل التي تتأين طيب يا أستاذ الأحماض ضعيفة هي نفسها هي التي تتأين طيب لاحظ يا أستاذ كل موجود التعريفين نفس الكلام ونفس الموضوع لكن أعطيكها مقارنة عشان تعرف بس التفاصيل البسيطة ايش الاختلاف موجود عندي هنا تتأين تكتب هنا كليا مجرد أن تكتب كلمة كليا يكون التعريف للأحماض القوية نفس الكلام لو أعطاك الأحماض ضعيفة تقول هي المحاليل التي تتأين جزئيا وعلى طول مباشرة أعرف أن هذا يقصد بالأحماض الضعيفة فأنت دائما لازم تعرف من خلال المعادلة هل الأمامي حمض قوي ولا حمض ضعيف ما هو تعريفه فقط كلمة كليا معناها يتفكك 100% يكوني أيونة تموت جبل سالبة بينما عندي فيه الأحماض الضعيفة يتكون أو يتفكك جزئيا فيعطيني بنسبة 5% نشوف عندي أمثلة على الأحماض القوية طيب السادة ميش الأمثلة على الأحماض القوية يعني مثلا هي نفس الفكرة الموجودة عندي الأحماض القوية أول واحد اللي هو حمضة هيدروكلوريك اللي هو HCL بيتفكك لأيونين موجودة عندي H موجب و HCL سالب هذا الموجود عندي لازم ينفكك بالشكل هذا طيب نفس الكلام حمض اليوت يعطيني H موجب و I سالب هنا نقارن الاثنين هذه بحمض الفلور طيب السادة حمض الفلور المفروض أن هذا الحمض من الأحماض القوية طيب لماذا هذا الحمض وجد على أنه من أحماض الضعيفة بكل بساطة الفلور لو وجعنا في تصنيفنا في جدواننا الدوري سميناه ملك العناصر ليس سميناه ملك العناصر ليس ذكر هذا الموضوع والاسم مميز له أحسنت لأنه أكبر عنصر يحتوي في السالبية الكهربائية أكبر عنصر في السالبية الكهربائية معناته هذه السالبية الكهربائية لو دخل أي عنصر مع الفلور يمسك هذا الفلور بقوة السالبية بقوة الموجودة عندي فمستحيل أنك تستطيع أن تفك الهيدروجين منه فيكون التأيوم ضعيف جدا لحمض الفلور خاصة ما العم نظريا المفروض أن حمض الفلور مداما قوي في السالبية الكهربائية أن يكون حمض قوي لكن وجد أنه حمض ضعيف لأنه تفكك الهيدروجين منه جزء لأنه مستحيل يفكه لأنه تحول كل الهيدروجين استطاع أن يسحبه بقوة السالبية الكهربائية إليه فالهيدروجين بالنسبة للفلور حاجة ضعيفة جدا ولن يستطيع أن ينفك من الفلور ولذلك الفلور هنا حمض الفلور من الأحماض الضعيفة أيضا حمض الخل الموجود عندي وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن حمض الخل اللي نستخدم عندنا في الأكل من الأحماض الضعيفة لو كان من الأحماض القوية جدا كانت بتأثر علينا في الأكل وفي المعدة والأشياء لأنه بيكون تركيز البيتش فيه عالي جدا وسوف يأثر علينا من العلا الانزيميات الموجودة في المعدة ولذلك هذا محكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الحمض الموجود عندي الحمض الخل من الأحماض الضعيفة طيب لماذا هو ضعيف؟ لأنه مستحيل ينفك هذا الهيدروجين الموجود عندي هنا كليا لماذا؟ لأنه موجود عنده حولها الأكسجين والأكسجين من العناصر ذات السالبية الكهربائية عالية نفس فكرة الفلور لأن الأكسجين هو ثاني عنصر في السالبية في قوة السالبية الكهربائية الموجودة عندي نشوف عندي من الأمثلة الموجودة عندي هنا من الأحماض القوية موجود عندي حمض النتروجين من الأحماض القوية جدا ونقول خطرة جدا على الإنسان أيضا الموجود عندي اللي هو حمض الكبريتيك اللي هو حمض الكبريتيك ولذلك هذه من المواد الخطرة الموجودة عندي يعني لو وضع الجلد الإنسان يتم أنه يحترق عندي جلد الإنسان بسبب هذا الحمض الموجود عندي اللي هو حمض الكبريتيك وهذه من الأحماض القوية عندي اللي هو هذا الحمض الموجود عندي نفس هنا حمض الكبريت يختلف عن حمض الكبريتيك اللي هو هذا حمض الكبريتيك يختلف عن حمض الكبريت كربونات الموجودة عندي الهيدروكربونات لاحظ عندي كلما قلت عدد الذرات الأكسجين كلما ضعف عندي الأحماض لاحظ هذا المركب أبقى تقارنه مع المركب هذا يسد نفس العناصر لكن الشي اللي ينقص عندي ذرات الأدرجية فكلما قلت ذرات الأكسجين قلت عندي اللي عبارة عن قوة الحمضية وذاك هذه أمثلة بسيطة عن الأحماض القوية والأحماض الضعيفة ندخل الآن في النوع الثاني ما هو النوع الثاني؟ نفس الكلام اللي تكلمنا عنه في الأحماض القوية والأحماض الضعيفة نفس الكلام ينطبق عليه في القواعد القوية والقواعد الضعيفة أنا أتعمت لا أمشي على ترتيب الكتاب أمشي على ترتيب المقارنة لماذا؟ عشان لو عرفت تقارب بين القوي وبين الضعيف سهل عليك الموضوع مباشرة إذا عرفت كيف تصنف أن هذا قوي وأن هذا ضعيف على طول مباشرة تعرف أشي الفرق بينهم فالآن نفس الكلام اللي ينطبق على الأحماض القوية والأحماض الضعيفة ينطبق على القواعد القوية والقواعد الضعيفة فنشوف عندي أولا في القواعد القوية شوف الأول يا ساد والله لاحظت نفس ملاحظتي الموجودة في الأحماض القوية ولاحظت أيضا في السهم هنا نفس الموجودة في الأحماض الضعيفة فلاحظ في القواعد القوية والقواعد الضعيفة السهم موجود عندي مدام أن السهم ينتقل في اتجاه واحد معنات أن المادة تتفكك كليا تتفكك كليا لماذا؟ لأيونات موجبة وأيونات سالبة نفس الكلام لاحظوا عندي هنا السهمين في اتجاه متعاكسي معناتها في عملية توازن ماذا يقصد هنا في عملية توازن؟ معناتها يمكن جزء من المواد متفاعلة تتحول المواد ناتجة وأيضا المواد ناتجة جزء منها يتحول لمواد المتفاعلة فلذلك لا تتفكك كليا يعني نسبة التفكك كليا فيها تفكك جزي ما العلم من الصح في أيونات موجبة وأيونات سالبة لكن لم تكون عندي بالشكل الموجود بالشكل زي مثلا عندي في القواعد القوية نشوف الآن نريد أن نعرف القواعد القوية والقواعد الضعيفة فكر بحاجة بسيطة وشوف أن التعاريف كلها تتكرر اللهم يختلف كلمة واحدة فقط أبغاك تستنتج التعاريف ما أبغاك تحفظها بجرد أن تفهم كيف فكرة التعاريف على طول مباشرة تستطيع أن تعرف في الشي هذا وتعرف مباشرة من أي معادلة تشوفها أن هذا يتكلم عن حمض قوي ولا قاعدة قوية ولا حمض ضعيف ولا قاعدة ضعيفة فالآن فكر قليلا ما هو التعريف المناسب أن يتكلم عن القواعد القوية أو القواعد الضعيفة الآن كأني أتكلم عن مراجعة اللهم في الألفاظ يتغير شيء مصطلح بسيط إذن ماذا نعرف القواعد القوية أحسنتم نفس التعريف لو رجعنا للأحماض القوية نتحصل نفس الكلام اللهم تتكلم هنا تقول قواعد قوية كليا تتأين يعني هي المحالين التي تتأين كليا في المحالين المائية القواعد الضعيفة بنقول هي المحالين التي تتأين أحسنتم جزئيا فين في المحالين المائية لاحظ فقط جزء بسيط يعني بالنسبة نقول لعشرة في المئة بينما الموجود عندي هنا بالنسبة مئة في المئة فاللاحظ عندي الآن عرفنا ما هي القواعد القوية وما هي القواعد الضعيفة نشوف الآن بعض الأمثلة للقواعد القوية كيف أعرف أن هذه قواعد قوية وهذه قواعد ضعيفة أنا أبغانك الآن فقط تركز لي في المنطقة هذه كيف تعرف أن هذه قواعد ضعيفة مباشرة تعرف أن هذه أمثلة على قواعد ضعيفة تفكر وطالع في الرسمة هذه اللي حطت عندها نجمة الآن كيف تعرف أن هذه مركبات كلها قواعد ضعيفة بدون ما تحفظ الشكل في حاجة مشتركة بينهم أحسنتوا ما NH NH NH3 NH هنا كلها موجودة فيها النتروجين الموجود عندي هذا وش النتروجين؟ كلها من مشتقات الموجودة عندي مركبات النشادر كلها جميع المركبات الموجودة عندي هنا هذه عبارة عن قواعد ضعيفة فمجرد أنك تشوف هذا الشيء أمامك على طول مباشرة تقول أن هذه قاعدة ضعيفة غير كذا ريح نفسك وأعرف أن المركبات الثانية اللي هي قواعد قوية إيش اللي مميز فيها؟ موجود OH أحسنتوا موجود عندي مركب موجود في هيدروكسيد فعلى طول مباشرة أعرف أن هذه قواعد قوية معناتها لازم تتفكك تفكك كلي طيب يا أستاذ لاحظوا الآن أستطعت أنك تعرف تقريبا عشو مركبات من قواعد القوية وقواعد الضعيفة مجرد أن يستنتج مباشرة أو لو يعطيني أي مركب في أي سؤال على طول أستطيع أن يصنفها في الشيء هذا فأحيانا في أسئلة التحصيلي يعطيك زي كذا مركب يقول صنفها يا أما حمض قوي يا قاعدة قوية يا حمض ضعيف يا قاعدة ضعيفة فبعرفها مباشرة من خلال تعريفنا الآن من خلال معادلتنا من خلال التصنيف الموجود عندي أن تعرفها بالاستراتيجيات الموجودة الآن كيف أن يعرف أن هذه قاعدة ضعيفة أو أن هذا قاعدة قوية ألف شكر لكم لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا